حكاية الليلة قصيرة جداً ولكن العبرة ديالها خلتني باش أنني ندوزها لكم وشاركها معكم بلا ما نفكر لأنه وأنا متأكدة هادشي ديال العلاقات كي ادي غالباً لواحد رقلي هي وحدة واللي هي الندم خصوصاً للطرف العاطفي واللي هي الأنثى واللي تقدر تخسر فيها بزاف دك شي باش قصة الليلة غادي تستبدو منها أمور لي هي كتيرة وقبل ما تخطوش خطوة غادي تضربو لها ألف حساب سلام سلام ورحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي كانت من لناكم تكونوا بخير وعلى خير وموركم هانيا أحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد قبل كل شي بغيت نقول لكم يومكم مبارك والله يجعل مولانا يتقبلنا فيه جميع صالح الأعمال ديالنا ويتجوز علينا ما لا تعلمون كانت من أي متابعة بصحة اليوم تكون قدرات تسامتها هاد النهار لأنه اليوم كيف جلونا عارف بلأنه نصدي الشعبان اللي هو واحد اليوم اللي عظيم عند مولانا اللي كي يطاع على جميع الخلق دياله وتيغفر لهم إلا للمشرك والمشاحن هذا كان غير تذكير بسيط خير ما سأطلش عليكم أكثر وقبل ما مبدأوا في حلقة الليلة ما تنسوش أنكم تغطوا لزر الإعجاب لتحت لما تكلفكم سأشي بمجهود ونقول لكم بسم الله يلا دينا أبدأ أنا اسمهان حليت عيني وسط عائلة مرتاحة ماديا وشبهة منفتحة وبابا عنده المشاريع دياله خاصة ما تيخلينا مخصوصا محتاش حاجة الحمد لله واللي حلينا عليها فمنا تلقاوها عندي ربعا ديال أخوتي اللي مفاهمة معهم أخويا اللي كبر مني ماما هي اللي كانت مكلفة بتربيات ديالنا وكانت راخيالينا اللي ما قلتش لكم بللي أنه بابا قبل ما يتزوج بماما كان مزوج بسيدة وحد أخرى اللي ما كانش مفاهم معها وغادي تلقوا كان والد معا واحد ابنيتا اللي هي كبر مننا كاملين اللي عندها تقريبا اليوم بشي 40 سنة وما عرفتناش حق المعرفة فبقت حق دعلينا وكبرت مع العائلة انت عمها اللي كانوا كي حرشوها ربك ما تيبغيكش علما أنه بالعكس بابا كان كيدل مستحيل باش أنا جي تسكن معنا من بعد ما ماتت أمها ولكن ما عمرنا عرفنا علش كانت كترفض تزوجات وما علمتناش وما حضرتش حتى بابا فاش تزوجات راجلها أصر عليها باش أنا تصلح مع بابا وجابها لنا ولا تقسم مكانت كتجي كنلقوا شي حاجة نقصة من حوايجنا بحل شال ديال ماما تركو ديالختي ملابس داخلية ديالي يا عزكم الله كل مرة كنلاحظوا بأنها تتجي كنقص من حوايجنا من بعد كتبقا كتعيت لنا في التليفون وتتسولنا ياك لا بس واش انتو ما بيخير متأكدين من اللي انتو ما بيخير بحل شي واحد دير شي حاجة وكي تسنى الجواب ديالها كيفاش عرفنا هذا شي واحد نار كنا معروضين وبغى تلبس ماما ذهبة ومارقاتيوش وطاحت كريز لدي ناس بيطار ومشا عندو واحد العرافة الله يسمح لها وهي اللي غادي تقول لها بلي أنا وراختكم من باباك راكت سحر لكم وكدير لكم وذاك تبليت شفر راكت شفراته اللي كمارتخوك اللي هي مارتح بيبي المهم لأثرة ديال السحر كانت يبن بزاف اختير كبيرة اللي فاش كانت تتقرى في السي زيام غادي تسقط منو زوج ديال المرات علما أنا كانت إنسان اللي هي قرية من غير هذا الخطاب اللي كانوا كي يجو ويخطبوها كتخليهم بتالاخير نهار وتقول لهم لا ما بغيت كومش وكال يتيجيب دك الدفوع وما تيكملش دك الزواج خسي الكبيرة اللي كانت وكلا تبق فينا هذه من ناحية ديال الأسرة ديالي الصغيرة أما بنسبع عن طفولتي أنا صراحة اندست بي خير وكل شي هو هذا حتى الـ 2019 حتى الواحد نهار مشيت أنا وصاحبتي البحر وحثت تسطوري وننطقيها فيها فشياء رو بوسطتها شافني عندها وحد صديق ديالا وقال لها ما يمكنش خسك ضروري تلاقيني بهذا صاحبتك عجبته وبقى عليها خسنا ضروري نديروا شي قهوة كاملين ولا نخرجوا ولا اللي كان المهم حنا نتلاقاو أنا ما كانش على بادي تدست واحدة ربعيين وييد قول لي يدك صاحبتي يلا همشور البحر عوتاني معا أنا ذاك كان الصيف ورا غا ديالحق علينا وحد دريع شيري وصاحب الله يا عمرها دار كتلها صافي وخا وانا ما على باليش مشينا تلاقينا ضحكين ناشطين مامسوقاش وهو ما عجبنيش حيزاش ما شي ذاك شي اللي بغيت فما عمرش بهراسي ولكن كانت يبالبلي أنا وولد الناس تعزلي غير هو من قاع الشاباب فمن بعد مسالينا النهار وبغنا نتفرقو سيد غا دي حماق ويتستا باش أنا لنعطاهن المرة عطيتها لي كان كبر مني بعام بقينا كنا نهضر مع بضياتنا وكان كل مرة فين غدا فين كنتي معا من خرجتي لمدة شهرين وانا تنقول ما لها بخينك يسولني هاد الاسئلة اللي ماشي من حقه وانا جمعنا غير صدقة لي احادية وغير كنت تعرفوا على بضياتنا اولا كانت يقول لي يلا نتلقوا تنقول لي كون قلتي علي البرح كون خرجت معك حيزاش اليوم أنا غدا مع ماما كنت دفع عليه كبير فمع راسيني كنت قلت الصف هادا مكين ما يدار اجي ندوز وقاسة ديالي معاه وصفوا اصلا انا ذاك كانت يوجد باش انه يمشي لواحد دولة اوروبية باش يقرأ فيها ولكن في اخر الصف ترفضت لي الفيزا والليس كان نخرج معه ديمة وكان دوي معه حتى ولفتو والولف قبح من الحب فبديس كان ندير تنازلات في الاول ما كانش يهمني انه يتقلق مني ولا يعرفني خارجة مع اصحابي ولا يقطع لي الهضراء وكان عندي وابحركين بحال ما كان حتى القدراسي انا ادخلت معه في علاقة حب وكان بدل نفس المشاعر بعد المرات كانت تسيدوز عندي بالتوموبيل او لاب الموتور في الليل مع الزوش ثلاثة ديال الليل انا كنت كان سد بيتي بسارد وكان مشيل عنده وكان بقى وكان دوزو انا وياه واحد السوعة وكان عود نرجع للدار بقينا بحال هكا وطولات العلاقة ديالنا لمدة سنة وزيادة دري الله عمرها دار درويش من بعد ما دينا في العلاقة ديالنا وبدك يطلب مني شي امور اللي في المفروض ما خصصهم شي يكونوا انا ديك الوقت لقيت في جوا من عند دارنا اللي خلاتني انني نزعم ونبدأ نمشي عنده بمعنى انا تنسكن حضر البحر ولا فاك ديالي كانت بعيدة علي بشي ساعة ونص ديال الطريق وان ذاك ما كانش عندي البرمي فصعيب انني نشت تاكسي صغيرة من حدايا ضروري اذا كان عندي شي امتحان فان ذاك كانت تجيني عادي انني نقول لماما رأني غدين بات عند واحد صاحبتي فلانا ما بين صاحبات اللي كبروا معايا من الصغر وتانقول لي عابل لي عندي متيحان والله يسمح لي ما كانت يكون عندي حتى شي حاجة ماما مسكنة كانت تقفينة بعينها مغمضين وهذه هي الفجوة اللي كانت تخليني وغديم تكنقيل معاه بعض المرات كان نبات معاه ومعاه هو عنده مطور كبير وواحد النهار ما كانش لابسي الكاسكا تدوننا وانا ذاك ما كانش عنده البيرميديالو فشدونا وقلت لهم بلي انا هو خاطيبي واغدي نقول واحد اللي بوليسي باش انا ويطلقنا راشوف عندنا المحل فضل بلاسة اجي مرحبا بك واختم ما بغتي فاشلنا عدت لي صدقتي عرف اخويا ومشال عنده وقالي راني تلقي تختيك مع خاطيبة وراشدينهم قال لي اللي انا عندي ختي واحدة اللي هي مزوجة قال لي اللي اراختك وخاطيبة جا خويا عند ماما وقال لي رابنتك هاشمو درس بليت كنشرح لها بللي انا ورا غير صديق ولكن اخويا بقى دير اتنسيو المهم ان عجبني الحال وبقيت مستمرة ديك العلاقة حتى غاد يوقع ما بيني وما بين ذك السيد غالط انا بيينت لي بللي انا وما عجبنيش الحال وبدك يطمئني بللي انا غاد يبقى معاك واخي يوقع اللي وقع فبقى انتبتني شهرين ومبعد ازيتي واحد وحطيتي الاخر وليت كندوي لي ما تيجاوبنيش على يومين او اللي اذا يجاوبني كيدور فيه وكي يعييرني اذا طلبت منه انتبقى وتيبقى علي بلي انا مشغول انا مشغول كندير انا وياه تيقول يلا مامساليش الا هادي الا هادي حتى فهمت بلي انا اراني ببقيتش مهم ما عنده وقوة الاعذار وبلي راقد الغرض اللي كانت يشوف فيه بعد المرات سيكون في نفس المدينة وتيقول يلا انا راه ها هنا والله هنا وهو راه غير حدايا فبقيتك انتبقى كانت في انا ذاك كده وسبعين بدأك الهم اهبط لكده وربعين بقيت بحال هكاك واحد الوقيته غادي يدير التجارة الالكترونية وبدو يدخلوه الفلوس ديال بالصح وما بقاش كي يجالس في نفس المدينة ولم بلاصر البلاصة كان غير صلو العبادة انا ذاك حتى ولا غير الشرابات اهد شي باش عرفته واحد النات لقيت بيه هذا القرعي ديال الخامر فاش سولته ديال من قال لي راديال صاحبي فلان حيث انا عارفة بلي ان او صاحبه راكانت يشرب قال لي اه راديال صاحبي فلان وانا ذاك مانويتش بلي هو وعاوتاني واحد نهار سنشوف واحد ستوري ديال صاحبه اللي بنت ليه يدي فيها وانا ما غاديش يخفى عليها وعاوتاني ضمصني وقال لي بلي ماشي هو المهم سي يدخلو الفلوس وما بقاش يقلس هنا ولا حتى يتلقى بيه وهو كان عنده غير الانستغرام والواتتاب فغاديدي الفيسبوك بلا ما غادي يقولها ليه واحنا غاديدخلني الشك نط كنجرب من المرسو وكانجرب في الكودة تقيت كان خربق حتى غادي تحليه وحد الصباح كندخل كنلقى الصدمة ديال حياتي ذاك شي عمر باللبنات الباحة كانت معي هذي والبرح مشيت معها هذي انا ذاك الوقت جاتني صدمة وخاما كان شي يدوي معي ولا بغيت لقى بيه كنت تيقى فيه تنقول بلي انا او اي حاجة يقدر ديالها الا انا اللي نحصله مع شي وحد اخرى ولكن ساعة فاش دخلت لفايسبوك دياله لقيت ذاك الشي اللي عمرني ما تتوقعته في حياتي كانت غير وحدة من المورة وحدة وما خلا مدر معه كل وحدة انا تنامشيت لعنده لدارهم وقلت ليه هبطت لعندي اهبط واجبت لي الفايسبوك دياله ووريت ليه شنو قليت في بلاس ما يطلب مني السماحة هيتاش غلط قال يا اه يوم من بعد عشي شنو صافي سالي ندابة جيت للدار ذاك النهار بلو كاني من كل شي قربت نحماق شبعت بقى وحصا احبتي مسكينة كانت معي كتبقى كتون سني ما كنت لك نعس وراك نشوفوه اذا غمت عيني قلبتي يبقى كي يزدح وكان عاود نحلهم وليس غيتا نفكر بزاف حتى وليس كانت تعاطى باش انا نقدر نعس ايه لمدة شهرين غيرتا نكمي واحد النوع ديال السجارة وبما انا كنت كانت ترافق مع ابنادم اللي كل واحدة فيهم من المبيقات كانت تكدير فانا انا ذاك كنت مقتنع بلي انا وذاك شي راماشي ليا وعمر ما كانت عندي الفكرة انني نجرب شهرين لانا ومتيعج من جدك العالم وعمرني ما دخلت اصلا لشي حانة وعمرني تخيلت اصلا غاد نشدتك الويل فيدي كانت تفكر هذا كان بغي نموت ولكن الضغط بعد مراتك يخليك تديري اي حاجة بنت لك في طريق فالله يسمح لي هواحد البنت غادي تقترحوا عليا لأول مرة قلت لي باش تنسيه ولكن بالعكس كميت وما انسيتوش اعاد ما زادوا بقلاس قليا فراسي ذاك من نوع ديالغ القرر اللي كنت كانت كميك كانت ينعيسني واحد ثلاثة اربع ديالسوايع ومن بعد تنفيق كانت تفكره وكانت تفكر ذاك الشمسة اللي دارلي فما قدرش نكمل في ذاك التعاطي لانه كانت عندي حساسية ديالتخان كدرني في نيفي وكم داك نعطص والحمد لله انا وما تبليت به وليدي عمرهم معاقوبية لانه ما اعطيتهمش الفرصة فين اصلا ان يعيقوا كنت تنكمي عن صاحبتي في دارهم حيث الاغلبية ديال الوقت وليديها ما كينيش انا غلط ولكن الاهم من هذا انه ما تبليتش بدلت النمرة وصوريت ليه من نمرة واحد اخرى وبدلت الانستاغرام وغادي نصفت لهم الانستاغرام واحد اخرى وغادي نتلبون زوج فيه اعافك اخر مرة تتلقاو ما بغاش والوحلف وليدي كانت تح كريس في الدار كنت تبقى كنجمع معاواليدي في دارنا حتى كان طيح وكامده كان غوط وليدك عصابية وكان هاجم اي واحد باللي قدامي واخي يقولي غير السلام كان نوض نضربه تل واحد النهار معاواليدي كانوا على عين باللي اناو الصديق ديالي باللي اناو هاداكرا صديق ديالي عادي ولكن ما كانش عندهم مشكل حيث كيف ما اكتلكم باللي اناو ما كانت تهميش الواحد العائلة اللي يمتحفظة بزاف اللي اذا شارتك معاشي داكار غادي ينضي خاسموا عليا ولا يغوتوا عليا الا كي تفهموا وكي يقبلوا اناو يكون عندك صديق المهم هنا فينا دخويا كبير اللي بينو بينو 14 سنة وقال ماما سير النوضي قلب ببنتك شوفي هايك مدك خينة دار ليها شي حاجة ديك اللي جاجت عندي ماما وقالت لي غضت غادي انتك عن الطبيب قلت لهاية ما عنيش مشكلت ديني بكل ثيقة زيما باش من بينش ليها باللي انا ما خايفاش وكان معاا بابا فشافوا ردت الفعل ديالي بحلاكك قال لي ها انا عارف بنتيب لي انا ما غادي تديرتها شي حاجة لو كان كانت تديرها شي حاجة كانت غادي تخاف وما تقولش لك الديني خرجوهما من البيت وانا ديك الليلة ذاك الكلام بقى تدور لي افراسي بقى في الحال ان او بابا تيق فيها وزدت الزمت وستوعبت اكثر باللي انا اني درت واحد الخطأ فادح وما كيت تصلحش بقى عقلا غادي انصفت له مساج معزوج جليل وقلت لي فلان ارى بابا وماما ساقوا الخبار شنو هو الحل؟ قال لي كالتفلاء علي المخير في خالك اركبه مع برنيش لاغت لي بابا فاق وثنيت وحتمش الخدمة ديالو تخوت لعند ماما لبيتها وقلت لي ها ارادك شلي قلت لي الباحه ماما راه كله كين قلت لي واش اللي في بالي؟ قلت لي اه بقيت تان بك وتان عود قلت لي دبا ما كيل لاش قد دموها كامل ها قلت لي نمرته ونمرت امه ورجعين تيالور اعطيتها لها معنى مرادة امه اللي كان واحد المرة كان نسونا عليها منها وقلت لي ماما منها لهم مشتت لقات بماما واخته ومعرفش بالطبط شنو قلت لي من بعد الساعات جات عندي قلت لي نهار السبت راجعيني اخطبوك جواب تزيد منهم اخطبوني ودكشي يلاحقو طريقو ما عرفش شنو قلت ليهم ماما المهم خافوا على ولدهم ووجاوا وتخطبنا ورجع تناوية الحب والغرم من جديد كأنه موقع حواله سبحان الله بعد ما تخطبنا ستدوز شهر واللزوج ستدروا العقد اولا تسمح مع ماما وماما تسمحت مع ماما وقالوا انه الشيطان حيزاش ستدروا عائلة ماما كانت تدرز معهم على اساس انهم ندروا خطوبة ونبعد شهرين من ثلاثة نفسخوا ولكن من بعد قلنا نطفيوا هذه العافية بما اننا كان بغير بعضياتنا وندروا ذلك شيء على الاصول ديالو فوقاتي جروا فيها الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث بلاتي جمعوا ريوسكم بلاتي جمعوا واحد البركة علما انه ماشي الناس لي ما عندهمش اخير التليفون تكون عنده اخير لبساتي لبسها وكل شيء اوريجينال فبدأت يقولوا بلي انا هم ما عندهمش باشي يديروا العرس داد عام ونص على الخطوبة وما تبتلوا الوالو غادي تنضليهم ماما من جديد وبابا بقاع ليهم البركة متطوال علما انه وبابا مفرسوش الخبار اللي وقع المهم هم خافوا علاش الله اعلم درنا العقل فى الدار جاوا العدول وماما واخته وبابا وانا عائلتي الصغيرة ذات كل شي هو هاداك وبقيناك انخططوه العرس اللي بغينا نديروه فى الصفي ان شاء الله هادش يكاملو اذا ما جرجلونيش لشي عام ونص على صحت اخرى هاليا حكيتي ولكن من القصة والحكاية اللي شاركت معاكم ديالي بغيت نقول لكم عمركم ما تخبيوا على مواتكم حيث انا كل ما موقفتش معايا كنت غادي نقدر نحمق ولا ندير فراسة شي حاجة وصلت بيا انا ني كنشرب ادوية ضد الاكتئاب وكنتبع عن طبيب نفساني لان وذيك المرحلة ديالي خيبة لانه تعاطيت علما ان وذك شي عمر وقع فى العائلة ديالنا او لشي حد من اخوتي كان تعاطى ولدي وخمت فتحين متدينين ولكن رفق السوء هم اللي غادي خرجوا عليا نصح هذه اللي مني لكم ما تعطيوش راسكو من اي ذكر كيف مكان واخي يقول لك انتي مرتي انتي حلالي ما تفشليش قدام هادشي لانه تيقيني غراض واحد وباش يوصل ليه غادي المستحيل هو كي بقدر يفموشها معنا وكي تتمى بقى بشرف دياله وخاش متى وغايقول كيف مادت معايا كدر مع الاخر ولكنتي لا حتى شي حد ما غادي عدرك حتى شي حد انا صحتي قراي وخدمي انا الحسن حضب لانهم عائلتو واخا فراسهم هادشي ما كي يعيرونيش وما كي يجب دوش ليه لانه فارضة الشخصية ديالي وما عطيهمش الفرصة في ان يحطوني تحت سباتهم وفقاد الشي خدامه وبرزقي ووالدية ديري ليا مشروع ديالي وهادشي خلا باش انه يبقى لاسق فيها اكتر حيث شوالي تمساق اللي براسي وما محتاجه ده خمس سنو زيادة وانا كان عارفو وحاليا انا ساكنة في مدينة فيها المشروع ديالي وفيها واليدينا وهو في مدينة واحدة اخرى خدامه قدروا ربما تقولوني ولا تقولوا مع رأسكم واش كي يباليا بلي انا هو الشخص مناسب انا يكمل مع حياتي غادي نقول لكم بلي انا هو منهار بدرنا العقد والسيد ارجع كيف للول غير هو فاش كانت ناقش معاه كان حقد عليه بزاف حجرش كانت تفكر اشنو كان مدووز عليا ولو كان ما كانش موى كنت فعلا غادي نضيع فاش كانت ناقروا تيبدا تيبدا تيقولي كنت لا تريد ان تزوج بك تقول لي ماشي انت اللي تزوجت بي اراح بزز منك وماشي بخاطرك يعني ماشي طاحت لك في بالك وتعم ذاك نحقد لانا وكتائبت تذيك المدة بصح وكان صحيب علي انا نعود نرجع بخير البنات اللي اسميه قصي اراني تشجعت باش نبوح لكم باش نقول لكم ماشي حيتش صافي راه تزوج بي اراني ربحت الا تنقول لكم هاتش باش تردوا البال وما تطيحوش من نفس الغلط حيث انا متأكد مليون في المئة اذا وقع لكم نفس الحاجة غادي تنضموا وغادي تبقى ديما موسوسة وباللي انا والبداية ما كانتش عندي زوينة هذي حكاية تي وهذه كانت حكاية تسمعان يا سدي كرام كانتمنى انا تكون نالت اعجابكم حكاية بغت تكون عبرا لكل بنت الكل مراهقة انا تحت راسالي انا واتشي عندنا شائع في المجتمع دينا الله يحفظنا الله يحفظ الجميع دمتم في رعايت الله وحفظه تقبل الله سيامكم سلام سلام اشتركوا في القناة